لم يكن رجوع رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش بالأمر الهيين وكان له تأثير بالغ على معنويات جيش المسلمين وهمت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا فكان لابد من تثبيت قلوب المؤمنين وتذكيرهم بما كان في غزوة بدر الكبرى فلم يكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طلبا للقتال وإنما طلبا لعير قادم من الشام لكريش ولك أن تتخيل ما كانوا به من ضعف حال وقلة سلاح ومال ومركوب وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معهم إلا سبعين بعيرا فكان الثلاث يتعاقبون على البعير الواحد ولم يكن معهم إلا فرسان ولم يكن معهم من العدة والعتاد إلا القليل وجاء الخبر إلى مكة فتجهز المشركون للقاء المسلمين وخرجوا في ألف مقاتل مع العدة الكاملة والخيل الكثيرة فالتقوا المسلمون عند بئر بدر فاقتتلوا فنصر الله المسلمين نصرا عظيما فقتلوا من المشركين سبعين رجلا من صناديد المشركين وأسروا سبعين وغنموا الكثير وذاك امتنان من الله عز وجل على عباده المؤمنين وليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله أيها المؤمنون ببدر على أعدائكم المشركين فالنصر دائما من عند الله وأنتم أذله وأذله جمع خلة لذليل وأريد به قلة العدد والعتاد وليس المقصود بكونهم أذله أنهم كانوا ضعاف النفوس راضين بالهوان فاتقوا الله وخاف الله ومعنى التقوى فعل المأمور وترك المحظور ووعد الله المتقين بثلاثة أمور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون